موضوع يتكلمت عليها الأخت الفاضلة وموضوع يخص العقوبات المقرارات المرقي العقوبات يعني راح يذكرها المشبع في القانون 0-4-11 نظر في المادة 30 وما يليها خاصة فيما يخص التبليغ الوجوبي يعني التبليغ الوجوبي هدايا لازم المرقي العقاري يبلغ على أصل الملكية رقم سند العقار رخص التجزئة شهادات تهيئة والشبكات تاريخ ورقم رخص البناء وهذه الالتزامات اللي يجبها فيما يخص التبليغ الوجوبي فيما يخص الشروع في الأشغال يعني مخالفة المادة 6 أو عرض العقار المعيب يعني للبيئ هناك العقوبات جزائية ضخمة ربما تذكرنا هذا العقوبات ما هي بالضبط طبعا الحال المشرع وش دار دار باللي في حالة يعني تجاوز الخطير كما هذا يتعاقب بالمرقي حتى العامين حبس نفلة يعني عقوبة نظن يعني ثقيلة لو عن ما بنسبة الحريط للناس نعم كذلك إذا دت سبيق المالي يعني قبل التوقيع هنا كذلك يتعاقب كذلك بعقوبات الحبس إذا أدل بمعلومات خاطئة أو كاذبة كذلك يعني هنا يتفلي في الجنح جنح النصب تتفرع إلى عدة جنح كذلك عدم تبليغ المعني بنظام الملكية المشتركة نظام الملكية المشتركة مهم جدا في يعني في أخلاق المواطن ولا في ترسيخ العلاقات ما بين السكان نعم السكان تاع العمارات ومتاع العمارات الأجال كذلك بالنسبة لأجال تحويل الملكية هنا نظن الأخت لسؤالها يتم حولها سؤالها بيلا يعني الغرامات وبالتالي يتعاقب بغرامة ما بين 20 مليون حتى 200 مليون هذه الغرامة هذه الغرامة اللي أكدها المشتركة الجزائري في المادة 30 في البرسوم في القانون 1104 الغرامات